طيب اسم السيسي وإعلام السامسونج يا ما صدعونا بالاتفاقيات وعلى فكرة أنا لما بلاقي حد يقعد يقعد يقولك نحترم الاتفاقيات الدولية أنا عايز أقولك إسرائيل حتى الآن لم تحترم ولا قرار دولي من 15 مايو 1948 إسرائيل ما احترمتش قانون واحد دولي بما فيهم القرار رقم 42 بتاع مجلس الأمن عودة إسرائيل للحدود من قبل 67 أتحدى حد يقول إسرائيل نفذت القرار ده أيوة هو ده هو ده هو الفيديو ده ورينا بقى بص يا معلم لما جات ليبيا لما جات حرب ليبيا أو المشكلة بتاعت ليبيا بص أنت روح تفارد الجيش بقى شايف الصواريخ شايف يا ولا السيسي يتفقد اعمل حركة تفتيش زي دي اعمل زي ده اعمل زي ده يا جدعان الفرقة الرابعة دي فرقة من الجيش يا جماعة دي فرقة مش الجيش كل شايف الجيش بقى بص بقى وساعتها طلع الإعلام بقى يقول لك شايف دي فرقة من الجيش دي فرقة طبعا دي أغنية عملها الأستاذ تقريبا محمد عبدالوهاب وهي أغنية جماعية واتعملت في التسعينات تقريبا وكلنا كنا حفظينها وغالبا كتبها الأستاذ حسين السيد على ما أذكر يعني إنما كانت أغنية حماسية يا حاجة جمدة جدا شوف شعب مصري وأجمل ما فيه أي أخ عربي يعوزه يلاقيه أمجاده كتبها بحياته ومصري حياة شوف 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 طب فين الدبابات دي طلع أربع فرد من دول عند فلاديلفيا وقفهم عند المعبر شوف السواريخ يا بيه شايف السواريخ والدبابات والأعلم ده إحنا مش إسرائيل تتهز ده إسرائيل ما تنامش الليل يعني اعمل كده الله يرحم نظر القباني اللي قال لما قال لما قال إذا دخلنا حربا يوما وانهزمنا فلا غرابة لأننا ندخلها من منطق الطبلة والربابة ندخلها بالعنتريات التي ما قتلت زبابة ورحمة الله على الأستاذ آمل دونقل اللي قال لنا زمان أوي أوي بس إحنا ابن قراش قال قلت لكم مرارا قلت لكم مرارا أن التوابير التي تمر في استعراض عيد الفطر والجلاء فتهتف النساء في النوافذ انبهارا لا تصنع انتصارا أن المدافع التي تصطف على الحدود في السحاري لا تطلق النيران إلا حين تستدير للوراء أن الرصاص التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء لا تقتل الأعداء لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا تقتلنا وتقتل الصغارة قلت لكم مرارا بس إنت وما بسموش الكلام دي جيوش عشان تعمل توابير الجلاء وتعمل احتفالات زي ما قال الرجل كده دي لا تصنع انتصار صدعتونا بالانتفاقية اللي ما نقدرش نخلف في اتفاقية كان بديفد وإني خلاص بقى 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 شلق عن ثلاث الفرغة طالما ما فيش حد هوا بناحية حدودنا طبع هدى الدبابات جات لك لحد حدودك وده امتحان ذكورة للمواقضة امتحان مش بيقولوا الراجل في علم القراسة اكس واي والست تقريبا مش هارف ايه خلاص ده امتحان للإكس واي بقى مش كده بوش بقى ورينا بقى عادت تصدعنا انك ذكر وانك هتحافظ على أرض مصر وحدود مصر وامن مصر القومي وأقسمت العظيم أكتر من مرة ورينا بقى ده كانت تساؤلات كتير من النشاطاء على السوشيال ميديا منهم عمر واكد اللي قال هو فين الجيش المصري من انتهاكات اسرائيل اللي اتفاقيت كامبي ديبيد خير ان شاء الله انت فين يا جيش حد شاف جيش تايه يا جماعة شيء مهين جدا ان ترى ما كنت موهوم انه جيشك يلعب دور نعل الجزمة في رجلين أو سخل الله اخصع الزمن الجيش المصري العظيم يحاكم المدنيين المصريين عسكريين ويطر قوات اسرائيلية تتمختر على حدوده في خارق واضح الاتفاقية كانت منها بحر من دماء ابناء هذا الوطن فمن منا اراد من الجيش ان يكون جيشا شريفا سوف يحاكمه الجيش عسكريا سلملي على خالة وطنية سلملي عليها مصطفى بيقوله ومش المفروض في كامبي ديفيد والتزامات كاتمين على نفسنا بيها وكل ما حد يفتح بقوة صلاتوا كلابكم يتحفونا بدورة الاتزامات ومش المفروض اللي بيقرب من مصر بيشيلوا من على وش الارض والجفرة صرت خط احمر اللي بيبعد اكتر عنا اكتر من 1000 كم ومسافة السكة وانتو ما تعرفوش الجيش طب حد يطلع يشوح يقول هنشتمكوا جامد لو قربتوا اكتر من كده لا لا اسرائيل نحن اختحمنا اختحمنا محور دي الاستاذة الشرين الخبر اليقين بيقول الجيش الاسرائيلي يقتحم معبر رفع الناس سرعة تسأل طب الاتفاق بتاعت كامبي ديفيد فين اللي بتحذر التواجد العسكري الاسرائيلي في المنطقة دي الا بموافقة الطرف المصري هل معنى كده ان السيسي هو اللي سمح لهم بكده ادهم الدول اقدر وعشان كده مش هيفتح بقه ولا ده تم بدون موافقة مصر هل مصر موافقة لده يعني ده السؤال اللي سأل الستاذ محمود جمال بعد تجرق العدو واقتحم رفح فنحن امام امرين الاول اما ان يكون اقتحام رفح الفلسطينية ومحور صلاح الدين ومعبر رفح تم بالتنسيق مع مصر التاني ان يكون اقتحام رفح الفلسطينية ومحور صلاح الدين تم بدون موافقة مصر وانتهك العدو اتفاقية السلام وهذا يتطلب رد مصر حاسم دي سيادة ادي الخريطة اجزاء من رفح الفلسطينية ومحور صلاح الدين بالكامل يأتوا ضمن المنطقة دال او دي والقيام باي عملية عسكرية في تلك المنطقة بدون موافقة مصر مخالف لاتفاقية السلام المزعوم واذا كان الجيش المصري جاد في ارسال رسالة لتلجيم الصهاينة فليخرج الفريق اسامة عسكر ليتحدث او المتحدث عسكري دي اش هادة الخريطة بتاعت محور فلسطينية الحدودي اللي ممنوع على اسرائيل انها تقرب منه اهي تبقى الاتفاقية كامب ديفيد شريط حدودي هو بالازرق ده او باللبني ده 14 كيلو متر سنة 78 حدد كمنطقة عزلة بعد اتفاقية كامب ديفيد سنة 2005 انتقلت السيطرة عليه الى السلطة الفلسطينية سمح ماس سمح لمصر بنشر قوة شراطية من 750 فرد لتأمين الحدود اعالت السيطرة الاسرائيلية عليه تتطلب تنسيقا مع مصر او تعديلا باتفاقية السلام في 724 اقتحمته القوات الاسرائيلية واعلنت السيطرة على معبر رفح طب ازيدك من الشعر بيت اسرائيل نفسها عارفة ان السيسي مش هيدا نعمل حاجة سواء وافئ او لا تعالوا نشوف تغريدة الصحف الاسرائيلي ايدي كوهين قال ايه تدر من هي اول دولة عربية ستدين احتلال معبر رفح باشد العبارات يا الله يحفظ لنا السيسي وجميع حكام العرب قولوا امين يا عرب تخيل هتقول لي مصر مش موافقة مصر ما وافقت قصدي سوري وافقت يعني هتقول لي مصر وافقت مصر وافقت عن ان اسرائيل تدخل الدبابات دي الاليات دي وترفع العالم الاسرائيلي بالشكل الفج ده وافقت تبتعين نشوف بيان وزارة الخارجية المصرية كده بيان مصر تودين الله وانت مش وافقين مصر تودين العمليات العسكرية العمليات العسكرية الاسرائية في مدينة رفح بسرائية وسيطرتها على جانب الفلسطيني مع بالرفح تودين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات العمليات العسكرية الاسرائيلية في مدينة رفح وما أثرت عنه من سيطرة اسرائيلية على جانب الفلسطيني مع بالرفح وتعتبر مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكتر من مليون فلسطيني فلسطيني؟ يعتمدون اعتماداً أساسيا وتدعو جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهوية ذات التأثير بعيد المدى يعني انتم مش موافقين يعني نتنياهو الصبح كده بعد جيشه بالليل دخل وسيطر على معبر رفح أمري تفقية فين موعد رائع محمود جمال إما أنتم طبقة اللي تفقيت كان بديفيد قالوا لكم بعد إذنك مصريين قالوا قالوا مصريين قالوا معنا حضرتك الشبكة تعبانا إحنا داخلين بكرة معبر رفح أما أنهم قالوا لكم كده وأنت وفقتوا أو أنهم ما قالوهوش ودخلوا ده بقى اللي صح بدليل أن الخارجية المصرية تدين يعني أنتم كنتوا نايمين يعني ما فيش اتفاقية كان بديفيد اللي هي قدامي دلوقتي 56 صفحة تعرف أن اتفاقية كان بديفيد يا مصري يا غيره على بردك بتقول أن إسرائيل حددت لمصر تحط في كل منطقة في سينة كام عسكري وكام جندي وكام قطعة بحرية ارجع لتفاقية كان بديفيد كده هتلاقي أن تفاقية كان بديفيد قسمت سينة إلى مجموعة حتد منطقة ألف وبه وجيم ودال في كل منطقة إسرائيل فرد عسكري وكام واحد يتحط هنا إيه نوع السلاح؟ إيه نوع القوة التي تكون موجودة؟ فرضوا عليك بالقوة أن ما فيش حتى في البحر ناحية العريش قال لك زوارق خفيفة والله العظيم قال الاتفاقية قدامي دي الوقت الاتفاقية قدامي وموجودة زوارق خفيفة سيبك من إيه دي كوين خلاص بقى سيبك من قصة دي زوارق خفيفة حتى في البحر المتوسط ناحية العريش مفيش حاجة بقى يسمع المسترال مفيش بقى الجو اللي السيسي عمله ده كل ده في شنك عرفت ليه إيه دي كوين بيقولك الكلام ده؟ يعني عرفت ليه إيه دي كوين بيقولك كده من هي أول دولة عربية ساتودين؟ طب شوف كلام السيسي نفسه عن الخط الأحمر في سيرت كده وبيان الخارجية المصرية عن رفح الفضيحة فضل؟ خط السيسي الأحمر سيرت الجفرة اللي هي ألف كيلومتر من يعتقد أنه يستطيع تجاوز خط سيرت الجفرة الليبيتين؟ دول بالنسبة ل مصر خط أحمر عبدالفتاح حسين خليل سعيد السيسي الجعير 2020 في 24 مبارح النهاردة مصر تديم سيطرة إسرائيل على معبر رفح بفلسطين وانا دي وتل أبيب لمعارسة ضغط النفس وزعلين منها وشغالي والنبي بس طبعا حقول ملكية الفكرية كان نازم مصر النهاردة تشغل معرفش اللي هو ندي بتاعت مين يا جماعة فيه أغنية كده باسمعها كتير كده باسمعرفش بتاعت مين مصر النهاردة كان لازم تشغل إسرائيل أغنية مخصماك كده وبعد عني كده بجد والله يا مصر لازم تبعت لإسرائيل سمعني سلام مخصماك وما الفين السلاحة على فين المليارات اللي اتصرفت فين المركز السابع عالميا في الجيوش والتالت عربيا في أحدى استصنيف فين الخمسين مليار دولار اللي صرفتهم من قوت الشعب على السلاح ده شوفي حضرات مصر السابع عالميا في استيراد الأسلحة ده الشرق بلومبرج أوكرانيا باكستان في استيراد سلاح قطر الهند بولندا السعودية مصر مركز السابع مصر عالميا في استيراد السلاح ترجمة نانسي قنقر